بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء ما زلنا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبنغرق في أنوار جوامع كلمة صلى الله عليه وآله وسلم فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عنده بحار الأنوار يفتحنا ونذوق من حلوتها اللي يخلينا حياتنا أجمل وأيسر وكمان أبسط ويخلي حياتنا كمان أكثر نورا احنا بنخصص النهاردة عشان نتكلم عن جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم فتعالوا نشوف كده إن عرض معنا حديث أنا أظن إن كل واحد فينا لما بيفهمه بيغير حياته حديث من حديث رسول الله عليه وسلم احنا تعودنا إن احنا لما نقرأ حديث رسول الله عليه وسلم نقرأها من عدة مداخل من مدخل اجتماعي ومن مدخل كمان فكري ومن مدخل كمان حياتي وإجرائي فتتنور حياتنا بكلام حضرة النبي الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله لا أحضرت النبي قال له كنز من كنوز الجنة قال بلى يا رسول الله قال فيداك أبي وأمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله تاني يبقى أحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله ابن قيس قلت لبيك يا رسول الله قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله فيداك أبي وأمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله أنتوا عارفين أن لا حول ولا قوة إلا بالله ده منهك حياة بتعبيرنا المعاصر كده يعني إزاي الواحد يعيش حياته بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد ما شاكلنا في فهمنا للا حول ولا قوة إلا بالله دلوقتي أحد ما شاكلنا عارفين إيه ما شاكلنا أن احنا بنفهم لا حول ولا قوة إلا بالله لما الواحد يكون يائس وعاجز وخلاص مش هيعرف يوصل لحاجة وحاسس أنه هو مظلوم يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله عنده بتدعم إحساسه بالظلم بتدعم إحساسه بالعجز بتدعم إحساسه كمان بأنه هو مالوش حد صحيح الحول في اللغة وكمان زي ما تجدوا تفسير وشرح سيدنا الإمام النووي بيتكلموا على إن الحول في الحقيقة معناه ماذا قد يكون معناه التحول وقد يكون معناه الحول ماذا أن يتغير الإنسان من حال إلى حال فيكون لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا يستطيع الإنسان يتغير إلا بإذن الله ولا يستطيع أن يتغير حاله ولا أن يفعل شيئا إلا بإذن الله صحيح الكلام ده مهم أول بس أنا متعودين مني أن أنا ما أقدرش أفصل كلام حضة النبي بعض عن بعض ما ينفعش أركز على لا حول ولا قوة إلا بالله وأنا عندي جزء أساسي في تعريف لا حول ولا قوة إلا بالله مبيان مكانتها إيه الجزء الأساسي ده كنز من كنوز الجنة كنز يعني إيه شيء متضخر شيء متضخر يعني شيء واسع وإيه حكاية كنز من كنوز الجنة ما ممكن أن يكون حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو ده بعين الواقع أن هي كنز من كنوز الجنة بس ليه لا حول ولا قوة إلا بالله تكون كنز من كنوز الجنة كنوز الجنة دي هي الأشياء الأشياء العظيمة أو في الجنة الأشياء الواسعة أوي وأي حاجة مرتبطة بالجنة وأي حاجة مرتبطة بالجنة وأي تكون كنز يعني متضخر لازم يبقى معناه إيه؟ معناه الخلود وعدم الانتهاء ولذلك يبقى إحنا لو عايزين نفهم لا حول ولا قوة إلا بالله إحنا بنقولها في الدنيا آه بدل بنقولها في الدنيا وهي كنز من كنوز الجنة إيه ده؟ يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله جسر بين الجنة وحياتنا الأولى يعني إيه؟ يعني اللي عايز يعيش ويشم أنسام الجنة ويعيش في معاني جمال الجنة يعيش مع لا حول ولا قوة إلا بالله ولذلك إيه اللي حاصل حاضر تنبي قاله إيه كلمة هو ليه قاله كلمة وما هكونا جملة آه أنا عارف أن في التعبير المجازي في اللغة العربية بيطلق الكلمة على الجملة بس هنا إيه اللي حاصل ده هو قاله كلمة يعني إيه اللي حاصل وكأنها مفتاح للجنة مفتاح الجنة في كلمة مفتاح الجنة في كلمة فأنت عايز تفتح جنة الدنيا فعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله يعني إيه بقى لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله مش معناها اليأس ولا معناها العجز لا حول ولا قوة إلا بالله معناها الأمل معناها السعة يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله هي السعة يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله معناها إيه السعة ليه السعة عندما يقول لك الملك لا تنشغل بماذا؟ لا تنشغل بما تحتاجه في حياتك فإيه اللي حاصل؟ فعندي كل شيء هو ده معنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله أخرج من ضيقك إلى سعة الله إيه ده؟ إحنا فهمين لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني عيش بس في عجزك لا لا والله ده أحلى كلمة بيحبها المسلمون وأكتر كلمة بتنوير قلوب المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله وكأن لا حول ولا قوة إلا بالله بتقول له أخرج من ضيقك إلى سعة الله هذه أول حاجة لا حول ولا قوة إلا بالله بتقول له لا تحمل همًا فالهم يحمل وعنك مولاك يبدأ تدني معنى تدني معنى وإيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله معنى ريح بالك الله يحمل وعنك يبقى لا حول ولا قوة إيه ده وكأن دي ده المعاني اللي بتحصل لنا لما نكون في الجنة آه عارف اللي يخليك تحس إن في جنة في الدنيا لا حول ولا قوة إلا بالله إن أنت تعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله يبقى طول الوقت كل ما الإنسان شاف إن ما فيش تغيير في حياته وإن هو عايز يستسلم يعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله فيلاقي بعد ما كان هو متصور إن ما فيش أمل لا فيه أمل يبقى إيه اللي حاصل استمر الله يدعمك استمر الله معك ما ودعك ربك وما قاله يبقى الله بيدعمك ويمول حياتك يبقى ده معنى من معاني لا حول ولا قوة إلا بالله معنى من معاني راحة البال عشان كده معنى من معاني الجنة فالاستسلام هنا مش المقصود بيه اليأس ولكن المقصود بيه ما عليك بأس استمر في الأمل معك ربك ورزقه وخزائنه بص بقى الرابط بقى أنا جبت الكلام ده من إيه؟ لأن خزائنه ملأة سحاء الليلة والنهار إيه ده خزائنه؟ يعني كنوز؟ آه يبقى هو ده الكلام يبقى إيه لحاصل؟ يبقى المسألة ببساطة أنت كمان لازم تفهم أن لا حول ولا قوة إلا بالله مفتاح لكنوز الرحمن اللي هي خزائنه ملأة سحاء الليلة والنهار ليس عليك بأس رزقك لم ينتهي ربك معك ربك واسع وفي السماء رزقكم وما توعدون قالوا ليه في السماء رزقكم؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال والسماء بنينا بأيدي وإننا منسعون يعني إيه؟ يعني رزقك في المكان الواسع وفي المكان الواسع لأنه ده المكان اللي يقدر يتحمل رزقك فده معناه أن أنت لازم تفهم وتصيغ مسألة لا حول ولا قوة إلا بالله بأنها وسع وراحة بال وزوال هم وده اللي جاي من رمز الجنة لأن الجنة مؤسس الحياة فيها على ماذا؟ على رحة البال وعلى السعادة وعلى النعيم فلا حول ولا قوة إلا بالله لمن عاش بها بهذا المعنى إلا حاصل يحس بأنه في جنة الحياة الأولى ولمن خاف مقام ربه جنتان في جنة في الحياة الأولى والدليل على زيك أنا ونتوا الآن قاعدين في جنة إذا مررتم بالرياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قالوا حلقوا الزكر وعشان كده إلا حاصل تعالوا بقى نعرف إيه اللي يخلينا متحققين بقى بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله لأن ده معنى مهم في حياتنا ده معنى يدخلنا في جنة الأولى أول حاجة لا حول ولا قوة إلا بالله فيها يا سيدي حاجات تخليك تتربى على التخليق وحاجات تتربى فيها على التحليق يعني حاجات تنقل قلبك وحاجات ماذا؟ تملى قلبك بمعاني وأسس في الحياة أسس حياتية تخلي قلبك متصل بالله سبحانه وتعالى المعنى الأولاني عشان تعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله وتعيش بالنفي ده لازم تعيش بأن الله سبحانه وتعالى أول بالابتداء يبقى أنت لو عايز تقول لا حول ولا قوة إلا بالله متى كان لا حول ولا قوة إلا بالله قبل وجودك ومع وجودك وبعد وجودك يعني إيه اللي حاصل ولا حول ولا قوة إلا بالله مش أنت كنت أنت بتعيش بحولك وقوتك وبعدين إيه اللي حاصل وإزاك وما تشاءون إلا أن يشاء الله يبقى إذا اللي حاصل والله خلقنا وما نعمل يبقى إيه اللي حاصل يبقى ده معناه أن أنت من أول عملك ومن أول خلقك الله ماذا الله هو الذي أوجد كل هذا وده معناه إيه معناه أن أنت طول الوقت معك الله سبحانه وتعالى وتدبير الله قبل وجودك ورزق الله قبل وجودك فده يخليك ايه تعمل وانت قرير العين فايه المعنى اللي يبقى تنقي قلبك منه تنقي قلبك من ايه من المخاوف يبقى اول حاجة اذا كنت تريد ان تعيش بلا حولة ولا قوة الا بالله لا للمخاوف احنا هنقول خمس لقات دلوقتي لا للمخاوف وقد نتوقف عند اللقات الخمسة دلوقتي بس ونتكلم في الحلقة القادمة على السبع معاني اللي بنمنا بها قلبنا يبقى اول حاجة لان الله ماذا لا اول له فاول حاجة اذا كان الله لا اول له فالمخاوف من اين تأتي ونزاك الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يبقى اول حاجة لا خوف اذا عايز تعيش حوله ولا قوة الا بالله لا تخف يبقى اول حاجة لا تخف اذا اردت بقى ان تعيش بقى ايه بلا حول ولا قوة الا بالله لا تيأس لان الله باقي لا اخرة له يبقى اول حاجة لا تخف تاني حاجة لا تيأس احنا دلوقتي بنطهر قلوبنا من الخوف ومن اليأس ايه اللي حاصل ما هو اليأس ده بيجيب حزن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يحزنون نشير كمان الخوف والحزن وفيه حالات بقى مترطبة على ده ايه اللي حاصل لما تيجي تتعامل مع الله عشان تعيش بلا حول ولا قوة الا بالله ماذا لا تتوقع يعني ايه لا تتوقع فيه فرق كبير جدا من ان تدعو الله وان تتوقع عطاء الله فتضع لله التوقعات وتجعل الله لابد ان يعملك بحساباتك انت ليه اصل الله ليس كمثله شيء طب ايه يعني ما تتوقعش عارفين احنا بن ايه اسلي بن ايه اسلي ان احنا متوقعين ان ما فيش حل لكن لو بطلنا هذه التوقعات السلبية ولم نتوقع ولم نضع لله سبحانه وتعالى السيناريو الذي يعاملنا به عن ارتاح البال ايه ده ده صحيح ده احد مشكلتنا ان احنا ايدينا ان كل المنافس اغلقت وكانها مش اغلقت علينا ده اغلقت على ربنا عوزوا بالله يبقى اول حاجة ايه اللي حاصل لا تخف لا تحزن لا تتوقع والزيك ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب لما ما تحسبش ربنا وما تتوقعش ربنا هيعمل ايه ليه طيب في فرق ان ترجو الله وان تتوقع ما يفعله الله يتتوقع ما يفعله الله تفضل حابس فعل الله في هذا التوقع ما تعملش كده اللي بعد كده يبقى الله ليس كمثله شيء خلاص الامر الثاني لا تعتمد على الله عند الشدة ولكن هتمد عليه دوما ليه لان ربنا مش محتاج ربنا بس مش مدير ازمات وده وهمة عند كثير من الناس احنا بنلجأ لله لما يبقى عندنا ازمة لا ايه اللي حاصل لا تعتمد على الله في الشدائد بل اعتمد على الله في كل حياتك لان الله قائم بنفسه بنفسه سبحانه وتعالى بعد كده ايه اللي حاصل لا تشرك احدا في ماذا في حب الله لك الله واحد في حبه ليك لا تشرك احدا في لطف الله بك يبقى ايه اللي حاصل لا تشرك احدا في حب الله لك وحد الله سبحانه وتعالى يبقى لا حول ولا قوة الا بالله بتقولك ايه لا تخف لا تحزن يبقى لا تخف لا تحزن لا تتوقع لا تعتمد على الله في الشدائد فقط لا تشرك احدا مع الله في لطفه بك يا الله كل ده في لا حول ولا قوة الا بالله ده كل ده في الجزء الاول بتعالى حول ولا قوة الا بالله بقى هنتكلم عن تفاصيلها فلكن خلينا اقولكم حاجة مهمة دلوقتي ايه الحاجة المهمة اللي بقولها لكم دلوقتي تعالوا يا سادة نقول عشان نعمل بده احنا خدنا الشطر الاول من لا حول ولا قوة الا بالله عشان نشتغل ونعيش بده هقولكم شوية اجراءات نعملها في هذا السياق اذا عايز تعيش بلا حول ولا قوة الا بالله اعمل تدريب لنفسك كل يوم على نفي المخاوف بتعمل ايه لا تتوقف عن العمل وين اشتدى الايه وين اشتدى الخوف لا تتوقف عن العمل وين اشتدى الخوف ويجيلك اوقات كده تحسك خلاص ان الدنيا دا الاعمال اكثر من حياتك وانت دا بيطالب منك يعرفي الشخص لما يومزك دا طالب مني حاجات ودا طالب مني حاجات البيت الاولاد عايزيني يقعد معهم ويذاكر معاهم كمان الشغل طالب مني اشياء باشتغلها بعد الشغل وباشتغل اكثر من شغل وانا مش قادر ارضي دا وارضي دا وارضي دا توقف واعمل ايه اول حاجة تستطيع ان انت تعمل اعملها واستمر عليها لا تتوقف يبقى لا تتوقف عن العمل ولا تخف على انك لا تصل الى النتيجة ليه ما احنا قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله أنا عارف أن أنت أنا وبكلمكم كده أنتوا عارفين قد إيه قوة الحكاية دي قوة أن أنت تستمر في العمل حتى ولو تكاثرت عليك الأعمال أن أنت تستمر في العمل حتى ولو كان العمل اللي أنت بتعمله ده صغير وده تحقيق لقوله صلى الله عليه وسلم خير العمل أدومه وإن قل الحياة التانية بقى لازم يكون عندك كل يوم ورد بلا حول ولا قوة إلا بالله إيه اللي حاصل ولازم تقول الورد ده في ثلاث أوقات وقت أولاني لما تحس أن أنت نجحت عملت أي حاجة ونجحت فيها تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تعود أن أنت لما تنجح وتحقق اللي ربنا سبحانه وتعالى طلبوا منك أو تحقق هدافك قول لا حول ولا قوة إلا بالله ليه طيب عشان تحس بإني العمل ده اتغمس في جمال الجنة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله وأقل حاجة تقول عشر مرات لا حول ولا قوة إلا بالله وتغمس العمل اللي أنت وفقت فيه في أنسام وجمال الجنة طيب الموطن التاني أو موطن الحيرة موطن الحيرة قول لا حول ولا قوة إلا بالله عشان ما تضعش عشان لا حول ولا قوة إلا بالله هتفتح لك أبواب الفرج فلا حول ولا قوة إلا بالله مجربة في أوقات الضيق تخرجك من ضيقك إلى سعة الله سبحانه وتعالى يبقى كمان ده موطن مهم الموطن التالت مواطن الإيه؟ مواطن الغفلة أو مواطن المعصية قول لا حول ولا قوة إلا بالله لأنه الإنسان بيبقى دون أو تحت خالص في الأوقات دي فتيجي نفسه الأمارة بالسوق فتلعب به وتقول له إيه؟ انت ضعت فيقول لها إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله وإيه؟ ويقوم ويعمل آخر حاجة عشان أنت كمان تحس بجمال وحلاوة لا حول ولا قوة إلا بالله كل يوم فكر في حاجة تدخل السعادة على من حولك وما تقولش هي تدخل السعادة على اللي حوالي إزاي إذا كانت حاجة بسيطة اعمل حاجة بسيطة تسعد اللي حواليك مهما كانت الحاجة دي بسيطة وعتشوف العجب لما تعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله وتكون الأشياء البسيطة نظر إليها الله فينظر إليها بحوله وقوته فيشرح الصدور وينور القلوب ويجعلها أيضا ترى جمال المحبوب يا رب اجعلنا على الدوام من الذين يعيشون بلا حول ولا قوة إلا بالله وعمل قلوبنا يا مولانا بهذا السر وبهذا الكنز واجعلنا على الدوام من أهل كنوزي الجنة وادخلنا وقرينا أنسام الجنة وجمالها في الأولى قبل الآخرة حتى إذا دخلنا الجنة دخلنا الجنة ونحن نعرف جمالها يا جميل يا رب العالمين بعد الفاصل نجيب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسروا رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم ومنخصص لها الوقت زي الوقتنا النهاردة عشان نجيب على أسئلتكم المباركة وأول سؤال وصلنا سؤال بيقول أنا كنت متجوزة وعندي ولد وبنت وبعدما اتطلقت تزوجت مرة تانية مع أني كنت واخد عهد على نفسي أني متجوزت تاني هل أنا كده ظلمتهم يعني ظلمت أولادي وشردتهم وأزنابت في حقهم ولا ده نصيبي يبدو والله أعلم أننا كنا عندنا حاجة لازم نعملها قبل الجواز أننا نتواصل مع أولادنا أننا نقعد نتكلم معهم لغاية ما نوصل إلى حالة من حالات التراضي على التغير اللي يحصل لهم في حياتهم لأن بلا شك أن أنت لما تتجوزي لو تزوج حضرتك لو طليق حضرتك وأولادك في الحضانة ممكن يأخذ أولادك وتروح مثلاً لحضانتهم لأمك أو تروح حضانتهم لحماتك فإذا المسألة محتاجة شوية ترتيبات كلام مع أولادنا لكن أنت سألتيني سؤال واضح حال أنا أزنابت؟ الحقيقة أنت لم تفعلي حراماً وكونك أنت كنت واخد عهد على نفسك أن أنت ما تتجوزيش ده ممكن يكون طاعة وممكن يكون نوع من أنواع تحميل النفس مالة تطيق فده كله محتاج أن احنا نعرف تفاصيل السبب اللي أنت كنت واخد الوعد ده على نفسك لكن أنت لو خلفت ده ورحت جوزتي أنت فعلت شيئاً حلالاً مش بس فعلت شيئاً حلالاً بل أنت فعلت شيء يحفظ عليك عرضك ويحفظ عليك حياتك فاللي أنت عملتيه ده واتمش حرام طب أنا بقول كده ليه؟ بقول كده لأن في بعض الناس تحت طائلة أنا آسف يعني تحت طائلة الابتزاز العاطفي إما من طلقها أو من أنا آسف بعض الأحيين أولادها بيخلوا الأم اللي هي اطلقت كأنها مرسودة كأنها عندها وصمة كأنها عندها حالة من حالات السجن والحبس طب ده بيقدي إيه؟ بيقدي إلى مشكلات ضخمة في حياة هذه المرأة فاللي أنت عملتيه ده ما يجيش حد يحاول يضغط عليك ويبتزك ويبوز لك حياتك ويفسط عليك حياتك ويجي يقولك أنت أذنبتي لا أنت ما أذنبتيش أو أنت شرطيهم أنت ما شرطتهمش بس أهم حاجة بقى هو ده اللي أنا قلتلك عليه أنت تواصلت معهم قبل كده قبل الخطوة دي ولا لا أنا شايف أن أنت ممكن تقومي بقى بمهارة إصلاح ذات البين تقومي بمهارة إيه؟ لأن يبدو أن الأمور مش على ما يجب بينك وبينهم لأن إيه لو على ما يجب ما كنتيش هتسأل السؤال ده يبقى أنت محتاجة إيه؟ تصيني العلاقة تعملي صيانة للعلاقة طب تصيني العلاقة دي إزاي؟ تصيني العلاقة مع أولادك فيها شوية حاجات أول حاجة أن أنت ترجعي تبيني أن أنت مهتمية بتفاصيلهم تفاصيل مدرسهم لو كانوا لسه في إطار المدرسة تفاصيل حياتهم العاطفية إذا كانوا على وش جواز التفاصيل بتاعت حياتهم فاهتمامك عودة اهتمامك بتفاصيل حياتهم اللي هي كانت من أهم المعالم بتاع حياتك وانت معاهم ده شيء مهم جدا أمر الثاني أن أنت تحسسيهم أن أنت فخورة بيهم وأنهم مهما عملوا أنت مش هتقدري غير أنك أنت تكوني سعيدة أنهم أولادك وسعيدة أنهم معاك حاجة التالتة والمهمة أن أنت تدوم الدعاء لهم على طول ويسمعوك وانت بتدعي لهم ويسمعوك وانت حريصة عليهم وحريصة أنهم يكونوا في أفضل حال يبقى دي الحاجات أنت ممكن تعمليها وتصوني علاقته بيهم لكن الجواب الواضح أنت لم تزنبي أنت لم تشددي إذا كنت أنت ما رمتيش أورادك في الشارع إذا ما عملتش ده يبقى خلاص أنت لم تزنبي لم تشردي كذلك أنت ما أزنبتيش ولا ظلمتهم السؤال بعد كده سؤال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا رجل أمتلك أكثر من محل تجاري وما أجده من مردود مادي ينفق على أسرتي أو أدفعه كقسط لشراء عقار ولكن اللي أمتلك الحول كاملا على النصاب هل علي زكاة؟ مش مهم إيه الفلوس اللي بتوصل لك لكن المهم أن الفلوس دي توصل للنصاب وتفضل لمدة سنة افرد الفلوس دي وصلت النصاب وتصرفت أثناء السنة ما يبقاش عليك زكاة يبقى في الحالة اللي إحنا فيها دي أنت الفلوس بتجيلك آه وبتنفقها على جامعات الولاد وبتنفقها على إقصاتك وبتنفقها على بيتك وبتنفقها على إسعدهم إذا هي أنفقت هذه الأموال ولم يصل إلى حد النصاب يبقى خلاص يبقى أنت لو ما وصلتش لحد النصاب وما استمر السنة خلاص أنت معلكش زكاة يبقى أنت دلوقتي زي ما بتقول كده آه أنت عندك محلات تجارية المحلات نفسها مش هيبقى عليها زكاة لكن البضاعة اللي بتتباع هنا بقى لازم نوقف لو كانت المحلات التجارية دي فيها بضاعة والبضاعة دي معروضة للتجارة البضاعة دي عليها زكاة يبقى حاجة مهمة المحل نفسه معلوه زكاة لكن البضاعة اللي في المحل المعروضة على للبيع بتتقيم كل سنة وبيبقى عليها زكاة لان عليها زكاة اسمها زكاة عروض التجار طب دي معنى ايه اذا البضاعة دي بلغت النصاب ما يساوي خمسة وتمانين جرام دهب وحل عليها الحول يعني ظلت سنة مش لازم البضاعة تظل مركونة سنة لا 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 الاصناف تباع وتدخل ومعرفش لكن المال اللي انت بتتاجر فيه ده اللي في شكل بضاعة بقى له سنة الرقم ده بقى له سنة يعني الاصناف تيجي وتدخل وتخرج وتتباع وتزيد وتنقص ولكن ايه اللي حاصل بقى لها البضاعة دي بتمنها ازيد من النصاب لمدة سنة يطلع عليها زكاة السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم لو سمحت يا شيخ فيه شخص تقدم لخطباتي وهو يعمل بمجال السياحة ويقوم بتصوير السياح تحت الماء فهل المال الذي يحصل عليه مقابل هذا التصوير حلال ام حرام الاصل ان التصوير حلال الاصل ان عمل التصوير ده حلال انت مسألتينيش غير انه بيصور السياح افتراض بقى انه هو بيصور السياح مش مش قضيتي انت بتسأليني هل تصوير السياح حلال ام تصوير السياح حلال لان اي اضافة للسؤال ده انت مسألتينيش عليها انت سألتيني عشان انت متعلق في ذهنك ان العمل في السياحة دوت مش حلال لا العمل في السياحة جائز شرعا ليه عشان السياحة دي بتدعمها الدولة لا لان السياحة ده مجال من مجالات الحياة الذي فيها الذي يكتسب منه الإنسان مالا حلالا السياحة حلال لأنها فعل مباح إن الواحد يذهب ويتنزه خارج بلده ده حاجة بالعكس ده حاجة ممكن تكون مستحبة إن إنسان أفلم يسيره في الأرض أهو ينتقل ويسيحه ويتحركه في الحياة ولذلك ده في عبادة اسمها السياحة في الأرض إن الواحد يخرج جده وينظر إلى الجمال في كل مكان فتصويره للسياح ده حلال واحد بقى يجي يقول لي طب وأوضاع السياح مفيش في السؤال الكلام اللي أنت حاضيك بتقوله ده إن السياح مفيش كل اللي أنت بتقوله ده مش موجود في السؤال ده عشان أنت بتروح نائل نفسك وهي بتسأل عن السياحة تروح نائل نفسك على حاجات تانية يقول لي وطاحت الماء يبقى وفي نفس جامل تحت الماء يبقى إذن السؤال لازم تكون أنت فاهم ده فاهم ده إن إيه؟ إني ده جائز وليس حراما يبقى التصوير السياحي خلينا نسميه كده التصوير السياحي التصوير السياح ده جائز وليس حراما فخطيبك ده أنت لو كانت المسألة بس أن المسألة بس مش أن خطيبك خلينا أقول لك أسنان بشتغل في الإرشاد الزواجي أنت أصلا غيرانا أن جوزك أن جوز المستقبل أن خطيبك اللي أنت عتتجوزيه شغال في السياحة ليه؟ ويشوف بقى أجانب ومعرفش إيه والمجال ده وقت فيه وليدوا الكلام ده في الخطوبة عشان ما نجيش بعد ما نجوز يتفتح أبواب علينا من الزعل وأبواب من عدم التراضي وأبواب من عدم الرضا وأبواب من عدم السعادة مالهاش آخر اتكلموا مع بعض الأفضل من أنك أنت تيجي تقولي له تحرمي عليه الأمر ده أن أنت تضعوا ضوابط لعمله وأن أنت دايما تكوني معاه وتكوني قريبة منه وتفاهميه ده لكن لو أنت بتتكلمي أن أحد معايير اختيارك لشريك الحياة أنه يكون بيعمل طبعا ده لازم أنه عمله ده ما يكونش حرام آه طيب عمله ده أنا بقولك ما يكونش حرام بس هي دي المش هي دي المسألة أنت عارفة كويس أنه مش دي المسألة المسألة هي إيه؟ أن أنت غيرانة عليه أنه يشتغل في المجال ده فيه حاجة يسمعها الغيرة من العمل في مجالات معينة آه طبعا فيه مجالات كتيرة الستات بتبقى بتغير أن أزواجها أو أزواج المستقبل يعملوا في هذا المجال منها السياحة أو منها السياحة إذن فيجوز أن هو يعمل في هذا العمل ويكون كسبه حلال طبعا أنا بقولي الكلام ده ليه؟ لأن فيه ناس كده عندهم إطلاقات كده المال البنك حرام العمل في السياحة حرام لا بلاش الطريقة دي ويه؟ عملوا في المجال السياحي ده جائز ونكمل أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا أسئلتكم المباركة والسؤال بيقول أستاذنا الفاضل السلام عليكم سؤالي صلاة العشاء تم تأخيرها إلى الساعة الواحدة فهل تحسب عشاءا من الفروض الخمسة اليومية ولا تحسب قضاءا ولك من جزيل الشكر لا تحسب من الصلاوات الأداء وليست من القضاء لأنها مزالت في وقت العشاء ولكن لا تؤخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل لا تؤخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل والصلاة كده صلاة تحسب أداءا ولا تحسب قضاءا وتحسب من الصلاة الخمسة مش عارف هو بيقول ليه بيقول فهل تحسب عشاءا من الفروض الخمسة ما هي من الفروض الخمسة معي لو سواء كانت قضاءاً هتكون من الفروض الخمسة أو هتكون أداءاً هتكون من الفروض الخمسة إذن هذه الصلاة هي صلاة أداء من الصلاوات الخمسة المفروضة في اليوم والليل اللي إذا كان عليه هو صلاوات قضاء أخرى فهو بيقول لو كيت أصلي الساعة 12 أصليها بقى من الصلاوات اللي عليها أو أصلي الصلاة دي وتكون أداء لا أتكون أداء إن شاء الله وتصلي الصلاة الحاضر وقتها اللي هي قدن العشة ويمتد لغاية الفجر السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقعد مع أمي في نفس المنزل وهي شأية ملك بس في مشكل بيني وبينها بسبب آخي لأنه هو الوحيد وبتفرق بيننا وأنا تعبانة قوي أعمل إيه؟ ولا حاجة تصبري وتحسني علاقتك بأمك مش بقصد الكيد الأخيكي لا بقصد أن أنت تفضلي دايما في بر أمك فتحسني إلى أمك مسألة إن هي بتفرق في مشكل بينك وبينها إن هي بتفرق بينك وبين أخوكي ومين طلب منك إن أنت تبصي لمال والدتك وإن هي لازم تديلك زي أخوكي ولا بتفرق يعني بتعطف عليه أكتر طب يا ست ما جايز هو بيحبها أكتر ما جايز هو بيحسن إليها أكتر يعني واحد قاعد معها وبيطبطب عليها وبيقول لها كلام حلو ومعرفش إيه؟ ما تحبوش ليه؟ ما نخلينا طيبين ونحب إن أمنا تحب أخوي إيه الإشكال؟ ما تحبه لا بتحبه أكتر مني أه صحيح إن مسألة إيه؟ كل ما كان الأباء ملتفتي لمسألة عظم التفرق من بين الأولاد بس مش والدتك اللي بتسألني ده إنت اللي بتسأليني فلما إنت تسأليني عشان بس ما يجيش حد يقول إنت شديت أنا مشيديش عليها ده أنا بساعدها إن هي تكون إنسان متزن يا سادة إحنا مش ممكن أبداً نكون عايزين نقدر نخلي الناس يحبون على قد ما إحنا عايزين أبداً ده أرزاق أرزاق الله الحب ده رزق من أرزاق الله سبحانه وتعالى فإذا كانت والدتك بتميل إلى أخوك والله العظيم أنا لو أنا من حضرتك ده أنا أحسن لأخويا عشان أم يتحبيني الزيادة ده أخويا في الآخر خالص رحم آخر في الآخر خالص أخويا وحبيبي لكن نيجي نقول بقى ده أمنا فرقت وهي كده ظلمة وهي ما عرفش إيه ونعمل كوارث في الحياة عشان أشياء لا محلة لها ما فيه ناس كتيرا ما بيلتفيتوش للحضرتك قلتي ده طيب هي أم المفروضة عليها إيه لما تتصل بيها أقول لها بس أنا أقول لك والدتك المفروض تراعي ده عشان تبقوا أنتوا سواء في البر ونزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحبون أن يكون لكم حضرت النبي قال سووا بين أولادكم في العطية أتحبون أن يكون لكم في البر سواء عشان يكونوا برهم على حد السواء لكن أما وإنك أنت بتكلميني حضرت النبي ما قالكيش أن أنت إيه ما تكونيش بره بأمك إذا كانت بتحب أخوك لأن الحديث كان موجه لأمك موجه لولدك مش موجه لك أنت فلذلك أنت لازم قلبك ما تسيبهوش يروح للحية الكر لأن ده لو حصل أنت تقع في معصية وقد تقع في كبيرة إذا أنت ما برتيش بأمك فعشان كده اتقل له في أمك وما تلتفتيش لده وادعي أن ربنا سبحانه وتعالى هيصل حدات البين ولو كنت زكية ونفسك ما شاء الله فيها التزان أحسن الأخوك هتجد أمك بتفرح وتحبك أكتر لكن ماذا وإلا هي ليم خليها أرزاق بتحبه قد تكون بتحبه لأنه رجلها دلوقتي لو كان والدك مش موجود بتحبه إيه الإشكال في ده السؤال بعد كده بتقول زوجي كارح وجودي وطول الوقتي يهني ويرميني بالكلام جارح ويسب أمي استغفالله العظيم وأنا ما عنديش مكان أعيش فيه غير بيته وفي نفس الوقت بيتك وبيته يعني وفي نفس الوقت يطلب حقول أساسية مرتين في الأسبوع وأنا بتبقى نفسيتي تعبانة جدا ومش عايزاها أعمل إيه إحنا عندنا شوية قواعد بتحكم الحكاية دي وخاصة في الزوف اللي إحنا فيها دي أول حاجة أن الزوج الكارح ده عليه أنه يحسن لزوجته حتى وإن كريها وإذا هو ما عملش كده يبقى الله سبحانه وتعالى يحسبه لأنه مأمور بأنه هو يحسن إليه ويحفظ عليه بالعكس هو لو ما عملش كده حضرت النبي قال إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعود يعني تضييع من تعول ده كبيرة من الكبائر فكلامي لزوج حضرتك إن أنت لو ما حرستش وما كنتش محاجي على زوجتك أنت كده بتقع فيه كبيرة فاتق الله سبحانه وتعالى وحافظ على أهل بيتك حافظ على زوجتك أنت لو فيه حاجة كرهة روحوا لها وتغيروا واعملوا تغيير في حياتكم عشان حياتكم تبقى أفضل وتبقى أرقى وتبقى أحسن لكن أنت لو عامل كده أنت كارح زوجتك وتؤذيها فده ظلم والعزب الله فأنت ظالم لها ليه؟ لأن إذا كنت بتأذيها وهي هي عايزة تصلح ما بينك وبينها فأنت ظالم لها لأن لا يجوز الإنسان أن يهين إنسان أنت بتقول تهينه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ما ينفعش تؤذيها وتعقبها حرام ده ظلم والعزب الله وهي كمان وصية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصب النساء خيرا يقول طب أنا ما بحبهاش طب ما بتحبهاش لما تحاول تحبه أو عدم حبك له ده بقى حك من الله قضاء من الله ده أنت تغير يقول لي منك قلبي قلبك يا سيدي بيدار مشاعرك تدار لو مشاعرك ما بتدارش ما كانش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وأبي يقول لي انصحني وأقلل علي يعني ما تكترش عليه قال له لا تغضب حضرة النبي قال له ايه؟ لا تغضب يبقى حضرة النبي بيقول له ايه؟ دير مشاعرك فالمشاعر تدار؟ بدعة ان المشاعر لا تدار واني ما قدرش مشاعري غلبت علي وأنا ضعيف كل هذا الكلام كذب لأن المشاعر تدار تغلب عليك مشاعرك بس الإنسان اللي بيسيب نفسه ومشاعره ده قريب جدا جدا من المعصية قريب جدا 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 من الوقوع والعزب الله في الأخطاء وفي الزلات أفرأيت من اتخذ إلهه هواء؟ إيه وقت تكون بتعمل كده فذلك لابد أن أيها الرجل توب إلى الله وامتنع عن ترجيح زوجتك زوجتك دي أمانة عندك أمانة في قلبك ما تضيعاش وإلا هيكون خصيمك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم السؤال اللي بعد كده بتقول أنا متجوزة من ست سنين ولم يحدث حمل وذهبنا إلى دكاترة كتير وقالوا لابد من عمل حقن مجهري وعملنا مرة واحدة خلال ست سنين وبطلب من جوزي أن نعملها مرة أخرى لكن بيأجلها لأنه معه مش معاه فلوس مع أنه أرضه مرتاح مديا كتيره رفض أن يعمل لنا العملية مع أنه واخد شبكتي باعها علشان يشتري أرض ليهم وأنا تعبت من كتري مجوزي بيماطل فيه أنا مش عارفة أتطلق ولا أستمر معاه لا حاول ولا قوة إلا بالله ليه تتطلقي تعالي بس نسأل سؤال سؤال بسيط كده السؤال بيقول إيه بيقول هو أخد شبكتك على سبيل الإيه يعني بتقول إني حماكي خد شبكتك خد شبكتك إيه سلف دين خديها منه إطلوبية واسترجيعية منه لكن لو خد شبكتك بمعنى أن أنت بنفسك كده روح تمديه لهم الشبكة من قبيل إيه من قبيل مساعدة زوجك من قبيل أن أنت بتحاولي تخلي جوزك أكتر ربح بتخلي بتوسعي ملك جوزك وبتدهاله كده هدية ده جائز ده آه ده جائز بس أنا أتدهى لأبوه ما هو جايز هو أخدها منك وإدهى لأبوه فلازم نفهم مسألة دي بشكل صحيح إذا كنت أنت اديت الفلوس دي طوعية لجوزك وما قلت ليش أن ده دين طب إذا كان هو لأ خد شبكتك من الدولاب بتاعتك من الدولاب بتاعك وراح بيعها وراح مشتر بيا أرض أصلا ده حرام ما يعملش كده غير بإذنك لأن شبكتك دي ملكك ما ينفعش أن حد ياخد فلوس حد تاني من غير إذنه حرام ده ويبقى المال اللي هو واخده ده مال مغتصب يبقى المال اللي هو واخده ده مال مغتصب يرجعولك في أي وقت تطلبيه لو كان دين هيرجعولك في وقت وفاء الدين لو كان مال مغتصب تطلبيه في أي وقت المال ده يرجعه دلوقتي ده إذا كان أخد مالك ومالك دوت إيه من غير إذنك ولا من غير ما تعطيه أنت لزوجك طيب كويس جدا إذن فماذا فالمسألة فيما يتعلق بهذا الأمر بأنه أخذ مالك فلا المسألة التانية بقى أن أنت بتقولي أن أبوه معه فلوسه ومفروض يعمل لنا الحقن المجهري على حسابه لا مش شرط مش شرط على أبوه أنه يعمل لكم حقن المجهري الله سبحانه وتعالى قال ينفق ساعة من ساعة هو اللي عندي جوزك هو ده مش قادر يعمل حقن المجهري وأبوه مش واجب عليه أنه يعمل لك حقن المجهري فأنت بقى بتسأليني أطلع وقال لأ لأ تتكلمي مع جوزك وتتحوري وتشوفي حد يعمل إصلاح بينكم وتخليه مفيش مانع يستلف من والده عشان تعمله العملية إذا كانت العملية نسبة نجاحها كبير فهو ده اللي أنا شايفه لأمة التلعيش وأعمل الإجراءات اللي إحنا قلناها وإن شاء الله تكون خير وبرك نعم يا سادة إحنا دايماً بننصحكم إن أنتوا دايماً تكونوا مع مولانا وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة فيها نعيم وفيها جنة وفيها فتح وفيها راحة بال وفيها سرور وفيها بركة دايماً ملأة بنظره إليكم وبمدده النازل عليكم فتشعروا بأنكم وكأنكم غمرتم بالنور وغسط في بحار الود والسرور يا رب اجعلنا على الدوام من أهل لا حول ولا قوة إلا بالله وبارك لنا واحفظنا ودائماً في حضرتك أسكننا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا كريم يا ودود يا أرحم الراحمين